علن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوائح يا رسول امتلاك الأجهزة الأمنية قائمة بأسماء جميع المتورطين ومن ساعدوا على تهريب المحكوم سعد جنبش وكدى رسول أن نتائج التشريح حول أسباب وفاة جنبش ستعلن بشكل رسمي وكانت وزارتها الداخلية والصحة أصدرت بيانا مشتركا أعلنتا فيه أن تقرير الطب الشرعي الأولي يشير إلى أن أسباب الوفاة قد تعود لتعرض جنبش لجلطة وذبحة صدرية مضيفة إلى أن الآثار السطحية على جثته تعود لمحاولات إنعاشه من قبل الفرق الطبية خلال نقله إلى المستشفى